قد يغلق عليك باب الرزق تسعى من دون طائف كلما طرقت بابا أغلق كلما اتجهت جهتا سدت تقع في حيرة في مثل هذه الحالة ينبغي أن تؤمن أن الله إذا شاء وإذا رضي عنك وإذا اصطلحت معه يفتح لك الأبواب المغلقة فإذا العسر يسر وإذا الشدة رخاء وإذا التعسير تسير وإذا القلق طمأنينة وإذا البعد عن الله قرب إذا أخطر شيء في حياة المؤمن أن يهزم من الداخل كن عن همومك معرضا وكل الأمور إلى القضى وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى فلرب أمر مسخط لك في عواقبه رضى ولربما ضاق المضيق ولربما اتفع الفضى الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضا الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى إن أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما في يدي الله أوفق منك بما في يديك إن أردت أن تكون أكرم الناس فاتق الله إن أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله هو الفتاح يفتح لك الأبواب المغلقة أحيانا يغلق باب الزواج تخطب وتخطب وتخطب وكلما اهتديت إلى فتاة أعجبتك رفض الزواج منك وكلما تيسر أمر تعسر أمر تقول سنوات وسنوات وأنا أطرق أبواب الناس ولا طريق إلى الزواج باب الزواج مغلق أيها الإخوة لعل الله عز وجل حينما يغلق لك الأبواب كلها أراد أن تتجه إليه نحو العالم باب السماء مفتوح دائما ولا يغلق فإذا رأيت أن أبواب الأرض قد أغلقت فمعنى ذلك ينبغي أن تفهم على الله أغلقها في وجهك كي تتجه إليه وتصطلح معه وهذا ما يعانيه المسلمون اليوم قد تسأل مسلما بحسب ما يقرأ وما يسمى بحسب الواقع التحليلات يقول لك ليس هناك من أمل أبواب الفرج الأرضي أغلقت وكأن الله يريدنا أن نتجه إليه وأن نصطلح معه وإذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أنهنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله قد يكون باب الدراسة مغنقا لا تنجح تحمي المواد أكثر مما ينبغي تجد أن الامتحان شبه مستحيل أغلق لك أبواب الأرض وفتح لك باب السماء كي تعتمد عليه وكي تتوكل عليه وكي تلجأ إليه وأراد أن يسمع صوتك لذلك الإنسان كلما تذلل على أعتاب الله رفعه الله وكلما علق الأمل عليه فرج الله عنه وكلما أيقن أنه لا رازق إلا الله ولا موفق إلا الله ولا معطي إلا الله ولا يمكن أن يحقق شيء في الأرض إلا بتوفيق الله وما توفيقي إلا بالله المعنى الأول من اسم الفتاح أنه يفتح لك الأبواب المغنقة أنا أخافر الشباب الآن شام إن أسرة متواضعة حظها من المال قليل لكن حظها من الاستقامة كثير شيء بين يديك غير موجود لا في وظيفة ولا في تجارة ولا في دخل وقد ترى المستقبل مظلما لكن يجب أن تعتقد أن الله لا ينسى من فضله أحدا وأنك إذا اعتمدت عليه وعلقت الأمر إليه وفوضت الأمر إليه ورفعت يديك تدعوه فإنه يجعل من ضعفك قوة ومن حيرتك اهتذاء ومن فقرك غنا ومن خوفك أمنا هو الفتاح يا فتاح يا كريم هكذا يقول النس التاجر يفتح دكانه ويقول يا فتاح أجبر عني هذه الجبعة الطالب يقول يا فتاح افتح لي ذهني في الامتحان الفامع يقول يا فتاح المسجون يقول يا فتاح افتح لي أبواب السجن اعفو عني يا رب المريض باب الفحة أغلق في وجهه كلما سأل فبيبا يقول ما في أملي حال تك صعب جدا فإلى أن تغلق الأبواب كلها أمامه فقي باب السماء مفتوحا توجه إلى السماء أول معنى من معاني الفتاح أنه يفتح الأبواب المغلقة الأمور المعثرة الطرق المزدودة الحيل المخفقة يفتحوا لذلك العوام لهم كلمات على بساطتها الرائعة الذي عند الله ليس عند العبد أعرف رجولي عنده معمل وناجح جدا بهذا المعمل سمع من إنسان صاحب قرار في هذا الملأ أن عام 83 هذا العام ينتهي فيه القطاع الخاصي كليا فصدق هذا الكلام وبع معمل ثم فتحت الأمور وسمح بالاستيراد المواد الأولية وراجت البضاعة رواجا عجيما هو خطأه أنه صدق هذا الإنسان ولو أنه اعتقد أن الذي عند الله ليس عند أحد وأن الغيب لا يعلمه إلا الله وأن الله هو الستاح العليم نزلت فلما استحكمت حلقاتها فورجت اشتدي أزمة تنفرجي والآن الأزمة في أشدها على المسلمين في العالم كله يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها كل من في الدنيا يتربص بنا فلذلك الفتاح هو الذي يفتح لعباده أبواب فضله أبواب رحمته أبواب التوفيق أبواب النصر أبواب الغنى قولوا يا فتاح يا هليم المعنى الثاني من اسم الفتاح ربنا استح بيننا بالحق خصومات خلافات كل يدعي أنه على حق وكل يدعي أن تحليله صحيح وكل يدعي أن رؤيته صائبة وكلهم مختلفون لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يفصل بينهم في الدنيا والآخرة الله هو الفيصة الذي يفصل الحق عن الباطل أيام خلاف زوجي مستحكم ربنا استح بيننا خلاف بين شريتين مستحكم ربنا استح بيننا خلاف بين حضارتين مستحكم ربنا استح بيننا هم يتهموننا أننا إرهابيون وقتلهم وجهان ومتخلفون ونحن معنا وحي السماء معنا منهج الله معنا رحمة الله لكن هم يعتقدون خطأا أننا متخلفون ونحن نعلم علم اليقين أننا على حق المؤمنين طبعا فلذلك قل ربنا استح بيننا بالحق يعني أظهر دينك يا رب مرة نور الدين الشهيد أراد أن يواجه التدار وقد اكتسحوا العالم الإسلامي وتسننوا في إزلاله وفي تقتيل أبنائه برج الروس خمسين ألف راس صفت على شكل برج سجد وبكى في السجون واسمحوا لي بهذه الكلمة في أثناء دعاءه قال يا رب من هو الكلب نور الدين حتى تنصره انصر دينك يا يعني الآن الهجم على إسلامنا إسلامنا يحاكم قرآننا يحاكم لا يريدون لهذا الدين أن تقوم له قائمة حرب عالمية ثالثة معلنة على الدين قال له يا رب من هو الكلب يصف نفسه نور الدين حتى تنصره انصر دينك يا رب لذلك الفتاح هو الذي يحكم بين عباده هو الذي يفصل بينهم هو الذي يقول بفعله أنت على حق وأنت على باطل والمعنى الثالث باسم الفتاح هو الذي يفتح قلوب المؤمنين بمعرفته الآية الكريمة والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا ما الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر إن ثبحته وحمدته ووحدته وكبرته فقد عرفته وإن عرفته عرفت كل شيء وما فاتك شيء وما فقدت شيئا إذن المعنى الثالث للفتاح هو الذي يفتح لك أبواب معرفته وشرف المعلوم من شرف العلم وشرف العالم من شرف المعلوم أنت تتمنى أن تعرف الله إذن يفتح قلوب المؤمنين برحمته بمعرفته بمعرفته فتاح أيها الإخوة أيها الإخوة يفتح لنا باب القرب يفتح لنا باب الإقبال عليه يفتح لنا باب الأنس به يفتح لنا باب المودة معه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وده يعني ليس من عادتي أن أشير على إنسان كئيد لطبيب النفسي فأقول له لا يجتمع إيمان حق وكآبة إيمان حق مع مرض نفسي لا يجتمع يكون مرض أساسه توكم طبعا أما في أمراض نفسية أساسها خلل بالأعضاء هذا مرة تانية أما مرض نفسي أساسه الكآبة من دون أسباب مادية هذا شفاؤه الإيمان فالمؤمن يجب أن يكون متفائلا وأن يكون واثقا هناك إنجازات عقب هذه الهجمة الشرسة على المسلمين لكن نحن الآن في دوامة القلق والحيرة ولكن هناك إنجازات ما كان لها أن تكون لولا الذي حدث لا تغلق الأبوال استحرى يسر الأمور أعطي كل ذي حق حقه طمئن الناس الذين حولك كن فتاحا لما استغلق عندهم